نروح طبعاً كالعادة لزميلنا أمير هشام نعرف منه إيه اللي بيحصل في أرض المنديال وفي بعثة أو مع بعثة النادي الأهلي أمير تفضل تحية لك يا كابتن إسلام وتحية لكل مشاهدي ومتابعة قناة الأهلي في كل مكان يعني أجواء هنا أكثر من رائعة بالنسبة لفريق النادي الأهلي عقب الفوز بالأمس على الدحيل بهدف للشيء وتأهل لدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية ومواجهة مرتقبة في هذه المرحلة بين الأهلي وباير ميونيخ بطل ألمانيا وبطل أوروبا وأحد أفضل الفرق في العالم لكن خليني يا كابتن إسلام أقول لك كل الأجواء وانقلهلك بالتفاصيل وتحديداً منذ بداية هذا اليوم وبالتحديد كان فيه مرام بالنسبة لنادي الأهلي بشكل مبكر النهاردة شوية عن التدريبات السابقة النهاردة المران كان فيه تمام الساعة 2 زهراً وده كان بناء على قرار مستر بيتسو موسيماني وفي الحقيقة هو كان مران خفيف يعني شمل بعض التدريبات الاستشفائية الخفيفة جداً بالنسبة لكل اللاعبين اللي شاركوا في مبارات الأمس أمام الدحيل وبالتحديد السلاسي أيمن أشرف ومحمد هاني وبدر بنون كان لهم تدريبات استشفائية منفردة بخلاف ذلك معظم اللاعبين اللي مشاركوش في مبارات الأمس كان لهم تدريبات بدنية قوية وكان لهم برضو تأسيمها مع نهاية المران بشكل قوي وفي الحقيقة كل يتقلق فيها وقدها بشكل مميز جداً النهاردة بالمناسبة خليني أقولك ما فيش أي محاضرات بخصوص مبارات البايرن يعني محدش هيكلم في هذه المبارات خالص ولا مستر بيتسو موسيماني ولا اللاعبين ولا حيتم دراسة الفريق النهاردة غير من خلال فقط متابعة مبارات الليلة ما بين بايرن ميونيك وهيرتا برلين في الدورة الألمانية واللي ستكون فيه تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المونديال هنا احنا عارفين دايماً بنتابع بايرن بشكل طبيعي يعني كل الجماهير واللعابين لأنه فرقة كبيرة لكن انت مرادة هتلاقي متابعة أكبر من أي وقت تاني مرادة بشكل أكبر على الجوانب التكتكية والخططية آه ما أنا بقولك كابتن اسلام حيب فيه متابعة أكبر بكتير عشان تركز على الجوانب الخططية والتكتكية اللي انت حابب تتعامل معها أو هتحاول تتعامل معه مع فريق قوي زي فريق بايرن وعلشان انت هتلاعب الفريق ده خلاص في دور نصف النهائي فهتشتغل على هذه المباراة بكل ما قطيت من قوة انت النادي الأهلي اسم كبير هتحاول مباراة كبيرة ومباراة صعبة جدا مع أقوى فريق تريبا في العالم دلوقتي بيمتلك عناصر مميزة جدا 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 لكن في نفس الوقت الكرة ما فيهاش مستحيل انت تقدر تحقق شيء وتقدر تشرف الكرة المصرية بشكل كبير لان انت النادي الأهلي وموجود في دور نصف النهائي في كاس العالم للأندية في دوافع كبيرة جدا عند اللاعبين في الحقيقة التجهزات الكاملة هتبتدي من بكرة بإذن الله بخصوص هذه المباراة المباراة